انا مرحبا يا امي سوريا اهلين يا امي انا كيفك يا امي سوريا مشتعدتك يا امني انا ما سيتني يا امي سوريا ليش فيك تنسى ابنه انا الله يحميك يا امي سوريا الله يسلمك يا امي انا بديك شي يا امي سوريا بدي سلامتك يا امي انت بها لحالك يا حبي مؤلم ان ترى ارزاقنا تحطمت وراح كل شي بكرة احلى صدق في الحديد هكذا حياة الانسان الفاسد الاحتلال الفوضى شبابيك الحصار احذى صديقا مثل خيالك في الرخاء وعدو لك في الشدة الله لا يوفى اللي كان السبب ضاع الحلم جدار الظلم شخص كان يعيش حياة جميلة واصبحت تعتم يوما بعد يوم قد تم تعذيبه بشدة ابن خالي كان صحفيا توفي بعد يومين من خروجه دم سورية دم سورية تحطم قلبي بكفي عذاب يا زمن لا اريد ما من حولي ان يرحلوا فهم دامي واذا رحلوا ساسقط عالم قلب رأسا على عقب مؤلم جدا عندما ترى نفسك علبة الدواء تستخدم عند الحاجة فقط لي دني مثل القطة لا ارى ولا اسمع ماذا يحصل في سوريا والبلدان العربية اوه حرفين لكنها تعبر عن اوجاعنا شكرا اذا قلت كلمة الحق لا تخف حدا لاهي احفظ عائلتي ذكرى من خالتي ذكريات جميلة غلق شفاف قد يكون الحب متعبا وعندها لسنا بحاجة اليه مهما كنت في قفاص ممكنك التحليق دائما وممكنك الغناء حتى وان لا يراك احد ولكن صوتك سيسمعه جميع مهما كان حولك معتم فشعائل املا يعطوك املا جميل الهدوء هو افضل شيء لا اعلم لماذا ربما هي لغة بداخلي الغرس الطيب احب الاسلام احب الاسلام بتسامحه واحسانه وافتغر بانتمائله الحياة لا تقف عند احد لكنها قد تمشي وترحل مع احدهم رغم ان الاسود رغم ان الاسود هو لون السماء عندما تأتي للشمس سوف يكون هناك يوم جديد ويذهب الحزم هكذا هي الاحلام الانتصار في سوريا يخرج من الخيالات ذراتها متخفي الوحدة الخطر الجوع العطش الوحدة الامل السعادة ليتني طير لأطير فيك يا سماء الحرية الحرية اشترك اشترك عمل انتصار انتصار نا انتصار ما انتصار اشترك انتصار ترجمة نانسي قنقر